عايزة أقرأ مع حضراتكم هذا البيان أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا كتبت فيه ما تنقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان زي ما انتم شايفين كده على الشاشة تحت عنوان بأي منطق خليني أقرأ لكم بس اللي مكتوب على البوست ده بأي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي عشان نعمل طريق ولا هو خلاص كده كده هتجف وبقى أمر واقع الكلام ده زي ما انتم شايفينه ده كان مكتوب على السوشيال ميديا لكن أشار بيان الهيئة العامة للطرق والكباري إلى الحقائق التالية تقوم الهيئة بإنشاء طريق بنها المنصورة لاتجاه المنصورة على البر الشرقي من الرياح التوفيقي بطول تلاتة يعني طول الطول بتاع الطريق تلاتة وسبعين كيلو متر ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع أربع حراط فكده انت تلاقي حضرتك أنه الطريق تم توسعة الطريق على أن يكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع أربع حراط أيضا يعني إذن من النحيطين في أربع حراط يعني الطريق يتم توسعته بشكل كبير مما سيساهم في تسهيل الحركة بتاعت انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتة وطبعا الشيء الثاني بتتم أعمال إنشاء الطرق الطريق المتجهة إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنصيق مع وزارة الري ممثلة في مدراتي الري بالقاليوبية والدقاهلية للحفاظ على القطاع المائي والأمن الذي يحافظ على كمية المياه المطلوبة لطبعا هذه الأشياء الزراعية اللي بتخدم الرياح التوفيقي نمرة ثلاثة تقوم البيئة بالتنصيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المالي بإنشاء مسطحات للمجرى المائي للحفاظ على جانب الترع من الانهيار يعني برضو فيه شيء من أنه يحافظوا على الترع من جانب الانهيار فواضح أنه التوسعة وهذه الطريقة حتى لا تتآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية فإحنا عارفين أنه كل ده طبعا فيه زي ما أنتم شايفين تطوير وأنهم برضو بيتأكدوا من السيانة وبيتأكدوا بأنه كل شيء تمام الإشاعات بقى ليه زي ما قريت لحضراتكم في البداية الإشاعات والكلام اللي بينسأل على السوشيال ميديا بتبقى كلها حاجات الحقيقة يعني ورها أهداف أولا لأنه الطريق ده كان عليه تعديات كتيرة جدا والتعديات دي خاصة ببعض الناس يعني منفعة خاصة زي ما بنقول وإحنا عارفين أن هذا الكلام موجود بشكل أو بآخر في أماكن كتير وفيه مصارات كتير فطبعا الناس اللي هما خلاص المصلحة بتنتهي أو مش هقدروا يبقى عندهم انتفاع من هذه الطرق طبيعي جدا أنه يبدأ يبقى فيه كلام ويبقى فيه تدمير بقى أنه أنت بتطور وأنه أنت بتغير وأنه أنت عايز تنقل الطريق نفسه إلى طريق أكثر كفاءة ويقدر كمان يخدم المنطقة دي خصوصا أنها منطقة استثمارية وكمان هتساعد الناس كل ما كانت حركة الطرق أسرع أسلم وكمان منصوبها مظبوط بشكل علمي أنت هتقدر تنتقل وتستثمر وتعيش في حياة أفضل وأحسن